اشتركوا في القناة بنعمل كده نحن بنربط الحلقات السابقة بالحلقات الحالية عشان نقدر نربط الحلقات ببعضها ويبقى فيه تواصل واتصال ما بين الحلقات وبعضها البعض اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأدوات المستخدمة في أعمال المساحة وقلنا نياب تنقسم إلى قسمين في قياس مباشر وقياس غير مباشر واتكلمنا على القياس الغير مباشر زي الميزانية الهيدروستيكية واتكلمنا عن باستخدام الميزان النهاردة ان شاء الله بإذن الله حنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الأدوات المستخدمة في القياس غير المباشر طبعا وده كله فيه خضام أو فيه مجال أو فيه استخدام أعمال الميزانية يبقى الأدوات دي باستخدمها في أعمال الميزانية وبشكل عام طبعا فيه أعمال المساحة وقفنا فيه الحلقة السابقة عند لما تكلمنا على أنواع شريط القياس وتكلمنا عن شريط التيل والشريط الصلب وطاقفنا عن الجنزير وكنا بدأنا نتكلم فيه كيفية قياس أطوال على الجنزير سواء طول الخط كان أطول من طول الجنزير أو أقل من طول الجنزير النهاردة بإذن الله حنستعرض مع بعض ونستكمل باقي عناصر مادتنا في مادة المساحة النهاردة وحبين بس من حضراتكم أنتم تكونوا حاضرين معنا ما تسيبوش القناة وراء أو ألم نجاهز كل حاجة ونكتب معنا عشان فيه عناصر كتيرة أوه هنتكلم فيها النهاردة وموضوعات كتيرة ومن ننساش أن الدرس بتاع النهاردة طبعا درس مهم جدا جدا لأن احنا هنتناول في الدرس بتاعنا كل المسائل والتمرين اللي بتيجي عن موضوع الجنزير وإزاي هنقدر نحسب طول قطعة أرض باستخدام الجنزير وهنتعرف أكتر طبعا على الجنزير وإزاي باستخدمه والحلقات ثم هنتناول بعد كده الحديث عن الشواخص والشوك ثم الأوتاد وفي الآخر هنختم بالتمرين الخاصة بمسائل الجنزير نروح مع بعض كده ونشوف أولى الشريح بتاعتنا النهاردة نتكلم عن إيه ونشوف هنتناول الموضوع بتاعنا إزاي طبعا الحلقة بتاعتنا استكمالا لأدوات القياس الغير مباشر نتكلم عن الشريط التيل اللي احنا كنا نتكلمنا عن شريط الصلب وبنقول أنه بيستعمل في قياس الأبعاد وقياس المسافات القصيرة وده طبعا اللي هو المقصود به الشريط زي شريط القياس اللي احنا بنقس به العادي ولكن هو فيه نوعين نوع صلب ونوع من التيل أو الكتان وبحاجة أشبه به القماش ده الشريط بيستخدم فيه قياس المسافات القصيرة لأنه أطول أكبر شريط فيه ممكن حلاقي 30 متر أو 50 وقد يصل إلى 70 متر وده طبعا بيكون أكبر حاجة ويكون نادر الوجود مميزات هذا الشريط اللي هو الشريط التيل واحد أنه هو خفيف الوزن اتنين سهل الحمل تلاتة سهل القراءة عليه لأنه طبعا بالسنطيات وبعد كده سهل الاستخدام وخلي بالك هنا أنا حابب أأكد أن الجزئية دي ممكن يجيلك فيها سؤال وطبعا ده موضع سؤال وبأكد دايما عليه أبناء الطلبة في أغلب الدروس بتاعتنا ونعمل أثبت عليها كده إزاي بتيجي نقطة السؤال في الجزئية دي وطبعا كل ما هنتكلم عن جزئية أو عنصر من العناصر هنتناول كيفية إجراء السؤال فيه أو السؤال إزاي بييجي في الجزئية دي عشان بعد كده إن شاء الله نكون جاهزين ومستعدين وإحنا بنكتب وبنسجل مش هنسجل بس عناصر ولا مواد نظرية لا إحنا نسجل كمان إزاي بييجي الأسئلة زي من زمان ما كنا بنعمل التقويم أو السين اللي بيبقى موجود في نهاية كل درس إحنا كل عنصر إن شاء الله هنحط عليه جزئية الخاصة بالسؤال بتاعه وإزاي بتاقي هنا ممكن يقول لي تكلم أو إشرح ما هي مميزات أو تكلم عن مميزات الشريط التيل أو أكمل من مميزات الشريط التيل نقط ونقط ونقط يبقى أنا أقول له أنه سهل الاستعمال خفيف الاستخدام طبعا قراءته سهلة خفيف في الوزن يبقى كل المواصفات اللي احنا قلناها دي بكتبها في الإجابة يبقى السؤال هنا ممكن يجيلي في شكل من الأشكال التالية إما أكمل أو إشرح وده جزئية من جزئيات الأسئلة اللي هي متوقع دائما ييجي فيها نقاط في الأسئلة بتاعتنا في مادة المساح نكمل مع بعض كده ونتشوف الشريحة التانية من عيوبه طبعا زي ما قال مميزاته لازم يديني العيوب الخاصة بهذا الشريط عشان بعد كده أكون عارف أثناء الاستخدام أنا ممكن إيه المشاكل ممكن تقابلني في استخدام هذا الشريط عيوبه إنه هو واحد سريع التلف طبعا وده لإنه من القماش أو الكتان زي ما بنقول سهل القطع طبعا ده برضو من أسباب أو من العيوب الرئيسية اللي موجودة فيه شريط التيل وبرضو النفس السبب اللي قلناه فوق إنه هو من بيصنع من القماش أو الكتان ممكن لو أنا بستخدمه في أرض رطبة فيها ميا أو ما شابه ممكن برضو الميا تأثر عليه أو سهل القطع لإنه هو بيصنع من الكتان أو التيل زي ما قلنا بعد كده العيب التاني بيصعب استعماله في طيارات الهواء الشديدة لتعذر شدة أفقيته وطبعا دي هنبقي عليها الضوء كده ونقول إن الشريط ده عبارة عن زي ما قلنا هو شريط قماش مع المسافات الطويلة اللي أنا بييص مثلا مسافة وليكن 10 متر وما فوق لأنه طبعا 5-4 هتبقى صغيرة الريح أو الهواء مش هيأثر فيها زي ما يكون أنا بييص مسافة كبيرة وليكن مثلا 30 متر وفارد الشريط مع كمان خامة الشريط اللي هي خامة من الكتان أو زي ما قلنا من التيل وبتكون حاجة أشبه بالقماش مع الطيارات الهوائية أكيد الهواء هيفضل طبعا يخلي الشريط بيجي مين ويجي شمال وبالتالي القراءة بتاعته هتبقى قراءة غير مضبوطة أكيد إما ممكن تكون بالزيادة أو بالنقص وده بيترتب عليه إن أنا زي ما بقول كده في الإصلاحات بتاعي صعوبة جعله أفقيا تماما يبقى كده دعيب من عيوب استخدام الشريط التيل نرجع تاني كده ونشوف النقطة التانية بيقول لي طبعا شدة أفقيا التأثير بالظروف الجوية من بلل وتمدد وانكماش وده برضو قلنا عشان الخامة اللي مصنوع منها الشريط سهل جدا إنه يتأثر بالظروف الجوية طبعا إما من المياه فيحدث له بلل وتمدد وانكماش لأنه زي ما قلنا الخامة بتاعته قابلة للتعرض لأي سبب من الأسباب الموجودة أمام حضراتك بعد كده عندي احتياطات استخدامه عشان أستخدم الشريط ده لازم يكون عندي مجموعة من الاحتياطات أو حاجة لازم أخلي بالي منها فبيقول لي هنا يجب إبعاد الشريط عن الأرض المبللة وده طبعا اللي قلناه في البداية وإحنا بنتكلم عن إن الشريط ده سريع التلف فهنا بيقول لي يجب إبعاد الشريط عن الأرض المبللة وعن الماء حتى لا يتأثر طوله إذا ما أصابه ليه أصابه البلد بعد كده عندي تابع ليه الإجهزة والأدوات المساحية أو المستخدمة فيها القياس المباشر طبعا احنا كنا نتكلمنا في الحلقة السابقة عن الجنزير ولكن لم نتعرض لمميزاته والقياسات به فنتكلم النهاردة عن مميزاته مميزات الجنزير إنه بيتحمل العمل الشاق ولذلك يستعمل فيه الأراضي الوعرة كالجسور والترع والمصارف وكنا نتكلمنا فيه النقطة دي وقلنا إن الجنزير بيصنع من المعدن حاجة من أشباب الحديد أو مشابه بتكون تقيلة وبالتالي هو بيستحمل الشغل فيه الأراضي الوعرة اللي هي طبعا بتكون فيها جسور زي جسور أو ترع ومصارف وارتفاعات وامخفاضات النقطة التانية ده من مميزات الجنزير لإنه أنا ممكن أجيب لك فيه الامتحان اذكر مميزات استخدام الجنزير في عملية القياس أو أكمل من مميزات استخدام الجنزير نقط ونقط ونقط يبقى النقطة التانية يسهل أصلاحه إذا قطع وذلك بربطه بقطعة من الخيط أو السلك وده صورة للجنزير بتاعنا ما شفناش إحنا في الحلقة اللي فاتت جدناها النهاردة عشان تبصوا عليها ونشوفها وحنتكلم عليها مع بعض كده بالورقة والألم ونوضح لكم إزاي الجنزير بيستخدم والشكل اللي أمام حضراتكم فيه الشريحة ده طبعا كل عقلة من العقلة دي لها مقاس معين وليها استخدام معين واليد دي طبعا مع اليد الأخرى اللي هي بداية الجنزير ونهايته بتلقى أو بتترمي بطريقة معينة بحيث أن الجنزير دي على بعضه كده لما بيترمي اسمها طرحة الطرحة دي طول الجنزير ده بيكون 20 متر يبقى الطرحة في الجنزير ده طولها 20 متر طب العقلة دي كم سنطي وكل علامة من العلامات دي بتستخدم لإيه وإيه وظيفتها هنشوفها مع بعض زي ما وبين كده فيه الشريحة اللي أمام حضراتكم وهنوضحها بالرسم الأول ونرجع نتكلم عن الشريحة نبصوا مع بعض كده عندي الجنزير هو عبارة عن مجموعة من العقل طبعا اهي عقل من الحديد تبدأ بمقبض المقبض ده مقبض اهو اللي هو اليد اللي احنا شفناها مقبض المقبض ده فيه مجموعة متصل بيه مجموعة من العقل كل عقلة بطولها العقلة دي الواحدة بيبقى طولها 20 سنتيمتر تخلي بالنا ودي اسمها ايه عقل يبقى عبارة عن مقبض ومجموعة من العقل طول العقلة الواحدة كام 20 سنتيمتر متصلين مع بعض وفيه علامات نحاسية بلاقيها موجودة عندي فأنا هلاقي أول حاجة علامة نحاسية ذات سن واحد علامة اهي كده هو يبقى دي علامة نحاسية ذات سن واحد معناها ايه ده يا مستر؟ معناها ان انا هنا في المتر رقم كام المتر التاني يبقى انا لما شوف العلامة دي اللي هي بسن واحد دي يبقى انا كده عرفت ان انا كام كده كده فات او انا المقاس اللي موجود قدامي ده 2 متر طيب بعد كده طبعا احنا عندي كل عقلة من دي ب20 سنتيمتر يبقى كده العقلة المتر الواحد هيبقى بخمسة يبقى المترين بكم بعشر طيب ده كده انا عرفت ان العلامة النحاسية الاولى بسن واحد معناها ان هي ايه في المتر التاني برضو مجموعة من العقل اي ان كان الشكل ثم بعد كده هيجي علامة نحاسية ذات سنتين يبقى انا كده في المتر رقم كام رقم اربعة بعد كده هتيجي طبعا اهو بنفس التسلسل كده هتيجي عندي حاجة تاني علامة نحاسية ذات تلت اسنان يبقى انا في المتر رقم كام في المتر السادس اللي عايز بقى اوضحه بعد كده اهو هتيجي هنا علامة برضو نحاسية ذات اربع اسنان يبقى انا كده في المتر رقم كام في المتر التامن هنا بقى اللي هنعمل عليها اصبط كده ونوضحها قوي ان انا عندي في المنتصف حلاء علامة نحاسية دائرية اهو كده يبقى دي علامة نحاسية دائرية اول ما شوف العلامة النحاسية الدائرية دي هعرف على طول ان انا كده في المتر الرقم كان في المتر العاشر يبقى انا كده في منتصف الايه منتصف الجنزير بالزبط ونرجع تاني مع بعض ونأكد عليه اهو يبقى بدايته وما ابضل ان انا هستخدم الجنزير ده بعد كده وهتيجي عليه مجموعة من التمرين والمسائل زي ما هنشوف كمان شوية في الاسلايد بتاعنا وانا لازم اركز وابقى عارف امت بكون في المتر الاول امت بكون في المتر التاني امت بكون في العلامة النحاسية بعد العلامة النحاسية الدائرية لانه وارد جدا زي ما هنشوف كمان شوية ان انت وانت بتقيس قطعة ارض جاء طول الارض دي وليكن مثلا طرحتين اللي هم يعني اتنين جنزير كاملين يبقى اربعين متر وعلامة نحاسية مثلا زاد سن اربع اسنان بعد العلامة النحاسية اللي ايه الدائرية يبقى انا كده الاعامة النحاسية الدائرية كانت بكام كانت بعشرة متر زي ما قلت ويا ليها اتنين متر كمان يبقى انا كده المفروض ان انا في المتر كان اتناشر يبقى لو النموذج اللي انا شرحته من شوية او اللي انا قلته او المثال اللي انا قلته من شوية يبقى ده اربعين متر طبعا لانه كان طرحتين وعندي عشرة متر واثنين متر يبقى اتنين وخمسين متر فالحاجات دي لازم نركز عليها قوي ونشوفها طلع وراء وقلم وترسم ورايا الجنزير بالابعاد اللي احنا بنرسمها نرجع تاني كده للرسمة ونشوف اهو الشكل يبقى انا كده عرفت ان انا فيه منتصف منتصف الجنزير وكل عقلة من دول بعشرين المتر فيه خمسة طبعا اهو يبقى كل واحد متر من الجنزير بيساوي كم عقلة بقى يساوي خمس او لا ليه لان الواحدة خمسة في عشرين بمية يبقى كم ميت سنتي يعني ميت سنتي متر يعني واحد متر تمام طيب بعد كده بقى بقى الجنزير بقى الجنزير هتلاقيه مرقم بنفس الترتيب العكس يعني هنا لو انا المقبض كده النحية دي يبقى انا عندي كده علامة نحاسية طبعا عقل بعدين علامة نحاسية علامة نحاسية زاد سن علامة نحاسية زاد سن واحد بعدين هلاقي عقل تاني وعلامة نحاسية زاد سنتين علامة نحاسية زاد ثلاثة علامة نحاسية زاد اربعة بعد كده هلاقي العلامة النحاسية الدائرية طيب المثال اللي انا ضربته من شوية وقلت لحضراتكم عليه ان انا لو انا بقيس الخط ده ده انا عندي خط زي ده كده مثلا وقسته وطلع اقل من الجنزير يعني طول ده دي الطرحة الطرحة اهو تساوي 20 ايه يبقى انا عارف ان ليه 20 متر الطرحة دي كده 20 متر الجنزير كله على بعض 20 متر طب طول الخط اقل من الجنزير وشفت واقف عندي فيه انتهى عند العلامة النحاسية رقم 3 معنى كده ايه معنى كده ان انا عندي 10 متر يبقى كده طول الخط ده 10 متر لحد هنا بعد كده عندي 2 متر و2 متر 4 متر يبقى طول الخط ده كله بيساوي كام يساوي 14 متر بالطريقة اللي احنا شرحناها وشفناها مع بعض طيب مثال تاني برضو في نفس المجال كده عشان لما ندخل على التمرين بتاعتنا نبقى عارفين هنتعامل ازاي مع مسائل الجنزير ونبص مع بعض كده لو انا عندي خط اهو والخط والخط ده لو انا عندي خط تاني زي كده والخط ده هيكون اقل من منتصف الجنزير يعني انا عندي خط كده وروح تتفارد الجنزير بتاعي اهو وزي ما شفت كده الحلقات بتاعتي اهي واده كمان حلقة سنتين واده كمان حلقة تلات اسنان مثلا كده وبعد كده عندي قبل الحلقة الدائرية اللي في النص الخط بتاعي انتهي انا عاوز اقفهم ايه المطلوب مني هنا وازاي اعرف طول الخط ده كام انا حاليا كده عرفت ان انا هنا دلوقتي تخطيت العلامة النحاسية زات التلات اسنان وهي اللي هي هتبقى كام ستة متر يبقى انا عارف ان انا كده تجاوزت الستة متر يبقى انا كده بعد الستة متر طيب بعد الستة متر اعمل ايه هعد عدد العقلات اللي موجودة دي اشوفهم كم عقلة وليكن مثلا افرض ان انا عندي دول كده واحد اتنين تلاتة ولسه مكملها بس ما كاملتش ليه اللي بعد كده وقفت عند التلاتة طيب العقلة من دي بعشرين سنطي صح كده يبقى انا عندي اقول كده طول الخط لانه اقل ده اقل من طول خلي بالك الجنزير لانه هيجي بعد كده مسائل تانية اكبر وحاجات طبعا هتتشعب معنا بشكل ايه اكثر صعوب طول الخط لانه اطوأ اقل من طول الجنزير حيساوي يساوي عندي ستة طبعا اللي هي الستة متر خلاص انا عرفت دي وبعد كده زائد افتح كوس عندي كم واحدة واحد اتنين تلاتة يبقى تلاتة في عشرين طبعا خلي بالك عشرين من مية عشان عشرين سنطي يساوي يبقى انا عندي كده ستة زائد دوي بي كانت كده تلاتة في عشرين من مية بستين من مية يبقى ستة متر وستين سنطي ده طول طول الخط بس ده في حالة اذا كان الخط اقل من ايه اقل من طول الجنزير احباي انا عايز اأكد معاكم وعايز الفت نظركم لعملية استخدام الجنزير وكيفية حساب الاطوال بالجنزير لان بعد كده هيجى عندي حاجة اسمها الطول الاسمي والطول الحقيقي وعندي بعد كده وارد جدا زي ما هنشوف كمان شوية ان انا اثناء عملية القياس وفاجأ ان الجنزير كان فيه خطأ الخطأ ده وارد جدا يكون بالزيادة او بالنقص فلازم اكون عارف ازاي هتعامل مع المسائل دي والتمرين دي وازاي اقدر اطلع ازا كان الجنزير ده به عيب طبعا العيب ده بالزيادة او بالنقص وكون عارف القياس بتاعي لان انا لو مفترض بيس مساحات كبيرة ده هيدخلني طبعا في مشاكل كبيرة بعد كده ليه لان قطعة الارض اللي انا المفروض منوط بيه كمساح رجل مساح هشتغل فيه المجال بعد كده الاقي ان افاجأ او انا منوط بيه ان انا قيس قطعة الارض دي وفاجأ ان قطعة الارض اقل من المقاس المطلوب او لما اجي اربعة طبعا وكلمة اربعة احنا عارفنا يعني ايه يعني اضرب طول فيه عرض الاقي المساحة بتاعتي قلت طب المساحة قلت ليه اذا هنا فيه خطأ الخطأ اما هيكون فيه الطول او فيه العرض وناتج من استخدامك للجنزير وعدم درايتك لكيفية حساب الابعاد على الجنزير يبقى انا كده عرفت حالة لامام حضراتكم لما يكون الجنزير قدامي والخط اقل من طول الجنزير بعمل ايه ولو الخط اكبر من طول الجنزير يعني عدد من الطرحات واتفقنا ان رمية الجنزير او فردة الجنزير دي زي ما بفرد الشريط مرة واثنين وثلاثة لما يكون الشريط معايا اصغر من الضلع اللي بقيسه فردة الشريط دي احنا بنسميها مع الجنزير اسمها طرحة انا بمسك الجنزير باديا الاثنين بمسك مقبض الاولاني بمسك المقبض التاني وطبعا بيكون ملموم في مجموعة عقل مع بعض متساوية ومربوطة مع بعض بفك الرباط وببدأ هقف على اول الخط وبرمي الجنزير الرامية دي الفردة دي اسمها طرحة طول الطرحة دي بيكون عشرين متر دي اساسيات هنتفق عليها في بداية الحلقة وفي التعامل مع الجنزير عشان لما تيجي التمارين بتاعته ونكون عارفين عارفت ان طول العقلة الواحدة عشرين سنتي والعلامة النحاسية زاد سن واحد تبقى اثنين متر زاد سنتين يبقى اربعة متر زاد تلاتة يبقى انا في المتر السادس اربعة يبقى انا في المتر التامن عند المتر العاشر اللي هو منتصف الجنزير لان الجنزير كله على بعض طوله كام طوله عشرين متر نرجع كده للسلايب بتاعنا ونشوف صورة اكسر توضيحا اهيه ظهر امام حضراتكم وبتوضح لك شكل الجنزير وهو مفروض وازاي العقل متوصلة مع بعض كل عقل من دي زي ما قولنا يبقى طولها كام طولها عشرين سنت طبعا العلامات النحاسية ظهر امام حضراتكم اهيه لو انا بصيت كده دي علامة نحاسية زاد سن واحد يبقى انا كده في المتر زي ما قلت المتر ايه لو يبقى المتر الثاني بعد كده لو التلاتة يبقى في المتر ايه نرجع ثاني كده في المتر الرابع او تلاتة يبقى في المتر السادس لو を gente케 في المتر الثامن لو حلقة دائرية بكون في منتصف ايه منتصف الجنزير وده شكل الجنزير وهو طبعا متجمع كله على بعضه فالعقل دي متربطة وبعض عن طريق حلقة دائرية صغيرة هو يقول لك ان من مويزات استخدامه انه لو حصل عطل في الجنزير ده يعني عقلة من دي فكت من عقلة اثناء تأديتك عملية القياس او انت شغال في عملية القياس اقدر السهولة جدا ان انا اوصله ببعض عن طريق ان انا استخدم حاجة زي الخيط او السلك لو موجود معايا في المشروع فده طبعا من مميزات طيب هو كله مميزات بس ولا له عيوبة مستر اكيد طبعا له برضو عيوب لان كل حاجة زي ما لها مميزات لها عيوبة فبيقول لي هنا ايه اول حاجة بتغير طوله بسبب يعني طول تغير الجنزير ده له سببين بيتغير بهم اما بالزيادة او بالنقص اول حاجة بيقول لي هنا ايه اتساع بعض الحلقات نتيجة شد الجنزير بقوة مما يترتب عليه زيادة في طول الجنزير اه وانا برمي الجنزير ممكن اثناء عملية شد الجنزير زيادة عن اللازم في عملية القياس الحلقات بتاعته بتفتح هو برضو موش عشان سهولة الاستخدام مش زي ما انا متخيل ان هو هيكون حاجة من الحديد اللي هو مثلا اثناشر ملي او اربعتاشر لا طبعا بيبقى اقل كمان من الستة ملي بتبقى عقر رفيعة يعني حاجات رفيعة لانك ما تنساش ان ده حاجة اداة من الادوات انت هتشيلها معاك وحتستخدمها اثناء العمل فلازم قريدي انها تكون برضو ايه تكون الى حد ما خفيفة عشان تقدر تستخدمها وتشيلها فما تتخيلش ان انت الجنزير هيكون حاجة ايه لو وبالتالي هو مصنوع من المعدن او من الحديد لما هترميه مش هيتفرد لا طبعا ممكن وارد ان انا بشد والوصادي بيشد معايا عشان نخليه افقيا فيحدث طبعا ايه فتح في الحلقات ما تنساش ان انت عندك المتر الواحد موجود فيه خمس حلقات او خمس عقل الخمس حلقات دول لو كل واحدة فتحت معاك ملي بخمسة ملي يعني نص سنتي وانت ماشي شوف تجيب معاك كام على طول الجنزير فتعمل طبعا معايا فرق اما بالزيادة او بالنقص طب النقص هيجي منين ما تنساش ان ده عبارة عن معدن المعدن ده بتأثر بالتمدد والانكماش فورد جدا برضو ان يحدث فيه انكماش نرجع مع بعض كده ونشوف العيب التاني او السبب التاني في تغير طول الجنزير السبب التاني انه هو انسناء بعض العقل نتيجة سوء الاستعمال مما يترتب عليه نقص في طول الجنزير اه يبقى انا اثناء عملية طرح الجنزير وانا برميه وانا برمي الجنزير وارد جدا ان عقلة من العقل ما تكونش مستقيم او عقلتين يكونوا على بعض الا اذا اتأكدت انا بنفسي ومشيت طبعا بعد ما طرحت الجنزير ورميته على الارض لعملية القياس لاجراء عملية القياس لازم انا امشي وبص على العقل او هيكون حد معايا مساعد معايا بيفرد في الناحية التانية الجنزير بشكل طبعا ما هوش فيه قوة يعني مبورونة عشان ما يحدثش عندي انفتاح في الحلقات بتاعته وبالتالي يزيد طوله فهو بيقولك هنا انسناء بعض العقل نتيجة سوء استخدام الجنزير نرجع تاني كده ونشوف العيب التاني انا كده عرفت ان من اسباب تغير طول الجنزير نقط ونقط خلي بالك ده سؤال ونقطة تساؤل فانا بقولك اكمل من اسباب او تعد نقط ونقط من اهم اسباب تغير طول الجنزير يبقى تقولي اتساع بعض الحلقات نتيجة شد الجنزير بقوة او انسناء بعض العقل نتيجة سوء الاستخدام او الاستعمال طيب العيب التالي من العيوب بتاعته طبعا ده العيب الاولان انه بتغير طوله وكانت ده اسباب تغير الطول طب العيب التاني سقل وزنه زي ما قلتلك انه هو برضه من المعدل وبقدر الامكان لازم هيكون خفيف في الاستعمال ولكن ما تنساش ان ده انا بتكلم المتر الواحد فيه خمس عقل فيه عندي كده عشرة متر يبقى خمسين عقلة لو هو هتا اقل من الستة ملي الحديد السلسل الستة ملي اكيد طبعا هيكون بيمثل علي عيب فيه عملية القياس لذلك انا بقول انه بكون حريص فيه عملية حمله مجمع طبعا مربوط بالحزان بتاعه موضوع فيه الكيس او الشنطة الخاصة بالجنزير ليه؟ عشان طبعا طوله مع العقل مع الحلقات ممكن بعد كده يحدث عندي زي تشابك فيه العقل وطبعا طبعا فيه صعوبة فيه عملية فرج بعد كده العيب التاني صعوبة جعله افقيا فيه الاراضي المنحدرة بسبب سوق ليه؟ سوق لوزنه اه ايه الاراضي المنحدرة دي؟ الاراضي المنحدرة ان انا عندي ممكن يعني افاجأ اصناء عملية القياس ان انا بقيس في قطعة ارض مايش مستوي يعني فيها ارتفاعات وفيها ايه؟ فيها انخفاضات اكيد طبعا انا لما اقيس اكون عاوز اقيس البعد الافق اللي قدامي ده ومحتاج ان انا افرد الجنزير ولكن فيه انخفاض وفيه ارتفاعات طبعا اكيد حيبقى صعب جدا ان انا اخليه افقيا ليه؟ عشان طبيعة تكوين الجنزير مش هتسمح ليه انه هو يكون بشكل افقي يبقى من ضمن عيوب الجنزير صعوبة جعله افقيا او صعوبة استخدامه فيه الاراضي المنحدرة ليه؟ بين قسينت ومكاتب عدم امكانية جعل الجنزير افقيا فيه الاراضي المنحدرة طبعا الاراضي المنحدرة اما بالارتفاع او بالانخفاض في كلا الحالتين طبعا هيأثر علي في اجراء عملية القياس نرجع تاني كده ونشوف ده الشريح بتاعتنا هتكلم عن اداة تانية او اخرى من الادوات بتاعتنا وهي الشوكة وبيقول لي هنا هي عبارة عن اسياخ من الصنب طولها يتراوح ما بين 20 الى 40 سنطي وقطرها يتراوح ما بين 3 الى 6 ملي يبقى هي من الحديد ال 6 ملي اللي احنا بطلق عليه برا السلسلي ويكون ده اكبر قطر له يعني ممكن تكون اهل من كده طرفها مدبب ليسهل غرسها اما طرفها العلوي اللي هي من فوق العلوي به حلقة دائرية قطرها 5 سنط ده شكل الحلقة بتاعتنا المستخدمة الشوكة بتاعتنا المستخدمة في عملية القياس المباشر وبتستخدم في عملية التوجيه وعملية القياس المباشر في اجراء عمليات الخاصة بعمال المساحة دي مجموعة من الشوك ومنها شكلين الشكل اللي هو السادة العادي وشكل تاني بتكون متلونة بلونين عشان طبعا سهولة تميزة اثناء غرسها في الارض ويكون عارف بيقول لي ان الطرف السفلي من الشوكة بيكون مدبب ليه مدبب؟ عشان سهولة عملية غرسها في الارض اثناء الاستعمال والطرف اللي هو اللي فوق بيكون طرف دائري حلقة دائري نشوف بعد كده حاجة تانية اللي هي فوائد الحلقة اللي موجودة فوق دي واحد بتمكننا من مسك الشوكة باليد بسهولة اه اكيد لان طبعا لو الطرف العلوي مدبب او موج دائري ممكن يعني يؤثر في الاستخدام ويصعب على المساح او المساعد غرس الشوكة اذا كان السطح العلوي لها ايه غير دائري اثنين سهولة نزع الشوكة من الارض بعد الانتهاء بالعمل لان طبعا هشدها من بعد الانتهاء من العمل هشدها من الحلقة اللي موجودة على الشوكة تلاتة سهولة الضغط على الشوكة اثناء غرسها دي طبعا قلناها في البند الاولاني اننا بقدر اضغط عليها في اثناء عملية اللي هي عملية القياس البند بعد كده اظهار مكان الشوكة حيث يربط في الحلقة شريط من القماش لونه احمر او اصفر ليسهل عملية ايه رؤيتها يبقى دي كمان وظيفة اخرى من وظائف الحلقة اننا بربط فيها قطعة من القماش بتكون طبعا لونها اما احمر او اصفر ليه عشان طبعا مع كتر الاستخدام والاستعمال في المساحات الكبيرة هلاقي الحلقة من فوق ما هيش بينة وإلا لازم اربط فيها حاجة او شريط شريط ده بيكون اما اصفر او احمر عشان اقدر بعد كده اقولك هنستخدمه ازاي اثناء عملية عد الشوك دي واللي بيها هاقدر احسب طول الخط المستخدم بعد كده بيستعمل مع كل جنزير عشر شوك يبقى انا عارف ان كل جنزير استخدم معاه مجموعة من الشوك عبارة عن عشرة ده على اساس طبعا ان كل طرحة من الجنزير الطرحة الواحدة هتبقى عشرين متر وطول الطرحة عشرين متر وهي معاي عشر شوك يبقى انا كده لو انا بضرب عشرة في عشرين يعني متين متر فهو بيقول لي ان اقل عدد من الشوك في الاستخدام مستخدمه معاك لازم يكون كام عشرة ده اهل حاج طيب نشوف مع بعض كده شريحة اخرى من الشراح بتاعتنا بتقول لي هنا استعمال الشوك عشان حنتكلم دلوقتي بالورقة والقلم كمان شوية وحنشوف ازاي باستعملها وازاي باقري عمليات القياس باستخدام الشوك بتوضع في نهاية طول كل جنزير او نهاية الشريط اذا كان طول الخط المراد قياسه اكبر من طول الجنزير او الشريط اي انها تستعمل لتحديد عدد المرات اللي هي بين قسين الطرحات او اللي احنا قلنا عليها التي يستعمل فيها الايه الجنزير او الشريط الشريحة اللي امام حضراتكم دي بتوضح لك ازاي انا باستخدم الشوكة في عملية القياس مع الجنزير او الشريط هنوضحها بالورقة والقلم ونشوف مع بعض لو انا عندي خط من الخطوط والخط ده هيكون اطول من طول الجنزير نبص مع بعض كده ونشوف هستخدم الشوكة في ازاي لو انا عندي الخط ده اطول من عدد طرحات الجنزير يعني هو كبير ومش طرحة واحدة او اتنين او اكبر من طول الشريط لو انا معايا الشريط الشريط ده طوله 500 وليكن مثلا انا هبدأ القياس من هنا وهفرد الشريط كده الشريط ده كله طوله على بعضه 500 وبالتالي هقوم انا عامل ايه بعد نهايته في الطبيعة او في العادي الناس بتعمل علامة على الارض لكن ده طبعا غير معترف بي في اعمال المساحة لانك انت المفروض دارس مساحة تخصات معمرية وكمان مساحة فلازم تستخدم الادوات او كل اداة في وظيفتها اللي تصنعت من اجلى عندي الشوكة يبقى انا في نهاية الاياس هغرس الشوكة هنا كده وبعد كده هاخد الشريط وارجع تاني ايهز تاني اياس تاني وحط الشوكة كده اغرسها هنا يبقى انا كده اده واحد اتنين لو انا عندي كمان واحد كده وليكن مثلا اهو هنقول ان ده نهايته يبقى انا عندي كده او مغارس شوكة تانية هنا يبقى عندي كده المفروض ان المتر ده 500 يبقى انا عندي 5 وكمان 5 عندي كده 3 يبقى طول الخط ده كام 15 15 متر عرفت انين من عدد الشوكة اللي موجودة ليه او ممكن طبعا بعد كده الخط ده احنا كنا بنضرب مثل صغير من خط 15 متر وارد جدا من تقيس قطعة ارض تكون كبيرة جدا وبالتالي طول الخط بتاعك هيبقى عبارة عن عدد الايه عدد الشوكة اللي موجودة هتضربه في طول الجنزير او طول المتر انا عندي 1 2 3 1 شوكة ايه 2 3 بعد الشوك يبقى عدد تخلي بالك الشوك اهو مضرب في طول اهو طول الطرحة لو انا طبعا بستخدم ايه الجنزير الواحدة او في طول الشريط لو انا بستخدم الشريط اللي هو شريط القياس شريط القياس طبعا في المرة ايه في المرة الواحد زي ما قلتلك هنا في المثال بتاعنا لو انا عندي 3 شوكة يبقى 3 في 5 اللي هو طول الشريط بتاعي يساوي 15 افترض ان انا بقيس بالجنزير وطول الطرحة الواحدة زي ما انا عارف 20 متر يبقى 3 في عدد الطرحات بتاعتي اللي هو في طول الطرحة اسف اللي هو كام اللي هو 20 يبقى انا كده 20 3 في 20 اهو يبقى يساوي كده كام 60 متر ده لو طبعا لو بال جنزير لو هما 3 طرحات بالجنزير وده لو بالايه بالشريط يبقى انا كده ابنائي عرفت الفرق ما بين الاتنين وازاي استخدم الشوكة في عملية القياس وان ناتج عدد يعني نبص كده ممكن نسهلها بسهولة ونقول ان طول الخط المقاس عبارة عن لما كنا هستخدم شوكة عبارة عن ناتج ضرب عدد الشوكة في الطرحة الواحدة سواء كان الاستخدام بالجنزير او في المرة الواحدة في مرة القياس الواحدة اذا كان القياس بالشريط يبقى انا عرفت كده امتى بستخدم الشوكة في الجنزير وازاي بستخدمها في الطرحات وكمان ازاي ناتج طول الخط ده بجيبه منين بجيبه من عدد الشوكة اللي موجود بضربه في الطرحة الواحدة بقدر اعرف طول خط المقاس عندي كان نبص تاني كده على شريحة اكثر توضيحا هنا كده بتكلمني عن الجنزير عن استخدام الشوكة اللي تحت دي اهو عدد من الشوكة مغروسة الارض واحد اتنين تلاتة اربعة وطبعا بقولي ان قطعة الارض دي الف به بدايتها الف ونهايتها به لوانا قطعة الارض اللي موجودة عند دي وطولها بقيسه بالمتر ولكن هنا استشريط خمسة متر بعدين خمسة متر بعدين تاني خمسة 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 يبقى انا بقيس فيه الاخر بعد عدد الشوكة اللي موجود طبعا مش هبدأ بديل ان دي صفر موجودة عنده نقطة الصفر وده خطأ ابناء بيقعوا فيه يبقى انا هعد واحد اتنين تلاتة اربعة والاخيرة يبقى خمسة يبقى انا لو عديت الخمسة اللي موجودين دول خمسة ودرطوهم في طول الطرحة الوحدة او طول الشريط هيديني طول الخط اللي هو اسمه الف به يبقى انا كده عرفت ازاي احسب طول خط باستخدام الشوك بتاعتي والجنزير يبقى انا كده وظفت الادتين مع بعض هم الاثنين في عملية الاستخدام وعملية القياس وعرفت ازاي اوظف الشوكة مع الجنزير والشوكة مع شريط القياس عرفت ازاي اقدر ازبط الاثنين مع بعض في عملية القياس وبعد الشوكة خلي بالك وانا قلت لك ان الشوكة بيكون لها حلقة الحلقة دي من فوق بيطربط فيها شريط الشريط ده ممكن يكون لونه اصفر او احمر وممكن اعمل واحدة وواحدة لعدد تكرار عدد المرات بتاع القياس في المساحات الكبيرة طبعا اكيد ممكن مشوفش الحلقات او مشوفش الشوكة اللي موجودة وبالتالي هبقى محتاج ان انا اعرف كم شوكة اتغرست ومن مكاني مثلا ابقى انا عارف في المتر الكام وانا موجود او الاياس كام دلوقتي وانا موجود من عدد الحلقات اللي هتبقى ظهرة قدامي في القياس الطويل من خلال الشريط اللي موجود في الحلقة او دي وظيفة من وظائف الحلقة خلي بالك عشان في نقطة سؤال ممكن تيجي هنا وقولك اذكر مميزات وجود الحلقة في الشوكة فتبقى عارف طبعا ان من اماس ولد غرسان وبعد كده ظهرة عن طريق ربطها بعد كده سؤولة نزعها من الارض بوسطة الحلقة كل دي حاجات انا باستخدمها او وظيفة من وظائف الحلقة الدائرية اللي موجودة في نهاية اللي هي في نهاية الشوك طيب نرجع كده لسلايت بتاعنا ونشوف حاجة تانية هنا بيقول لي طبعا اذا كان عدد الشوك المستخدم تلاتة ده المثال اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية بس هنقوله برضو نأكد عليه طبعا هي تلات شوك فهذا يعني ان الجنزير استعمل تلات مرات بكامل طوله واذا كان طول الجنزير المستخدم هو عشرين متل وكان الجزء الاخير من الجنزير هو طمانتاشر واربعين فان الخط المقاس يحسب كالتالي خلي بالنا يا شباب هنا لان السؤال ده ده المفروض ان هو سؤال وزي ما بنقول كده فيه جزئية غنضة فلازم اخلي بالي منها نركز تاني ونرجع تاني ونقول ان اتأسخط فكان طول الخط ده عبارة عن تلات شوك يبقى انا كده لما قست الخط ده كان عبارة عن تلات شوك فهذا يعني ان الجنزير كده استعمل كم مرة تلاتة بكامل طوله يبقى تلاتة فيه عشرين بستين متر خلاص احنا عرفنا دي من المثال السابق طب ايه الجديد اللي هنا يا مستر ايه جديد هو واذا كان طول الجنزير المستخدم هو عشرين متر وكان الجزء الاخير خلي بالك من الجنزير هو طوله اربعتاشر متر وتمانين فان الخط المقاس يحسب ازاي نبص كده بورقة والقلم نبص مع بعض لو انا عندي طول الخط المقاس في المثال بتاعي بيقول لي ان هو عبارة عن لو انا الخط كده هو والخط ده هو طوله تلات شوك يبقى واحدة في البداية طبعا دي مش تبعي ده عنده نقطة الصفر في القياس وعندي هنا كده انا واحد يبقى اوله هو واحد بعدين اتنين بعدين كده تلاتة ولسه الخط ده خلي بالك مكمل معي هو بيقصد ايه هنا في السؤال عشان دي ممكن تيجي او في المثال اللي بيقوله او بتكلم عليه ده ده طبعا الشوك بتاعتي اهي بغروسة وبيقول لي ان طول الخط ده عبارة عن تلات طرحات انا عرفت ان تلاتة زي ما قلت من شوية في عشرين يساوي ستين ايه ستين متر اللي هو الطرحات ده العشرين دي طول طرحة الجنزير ماشي بس هو بيقول لي الخط لسه مكمل معايا يعني لسه مكمل والجنزير طوله خلص يعني هو طبعا الجنزير كبير اطول من طول الخط وده نقطة النهاية يبقى انا لو انا عمل عليها ساهمة كده نقطة عشان ما حد شفت كده شوكا نقطة النهاية بتاعت الخط لو ده الف يبقى انا نقطة النهاية بتاعتي يوليكن با طيب بيقول لي بقى الحتة دي عبارة عن كام 14 متر وتمانين يبقى طول الخط ده كام مفيش مشكلة اهو يبقى طول الخط المقاس اللي هو اللي موجود امام حضراتكم ده بيساوي طبعا دول اللي هو اللي هو انا هعملها بقى مسألة كاملة يبقى 3 في 20 اهو يساوي كام 3 في 20 زائد اللي 14 متر وكام 14 وتمانين يبقى يساوي 23 في 20 بستين متر زائد اللي 14 وتمانين يبقى يساوي كده عند كام 4 وسبعين وإيه 4 وسبعين متر وتمانين سنت يبقى ده طول الايه طول اذا طول الخط المقاس اهو يساوي 74 متر وكام وتمانين نشوف مع بعض كده في الشراح بتاعتنا احنا شرحنا بالورقة والقلم نبص كده مع بعض القانون بتاع عشان اكون عارف يبقى طول الخط بيساوي عدد الشوك طبعا اللي هي الطرحات مضروب فيها يعني في طول الجنزير زائد الجزء القياس اللي هو اللي ايه الاخير اللي انا قلت عليه اللي هو 14 وتمانين اللي هو مش مكمل طول طرحة او رمية من رميات الجنزير او طول من اطوال الجنزير ثلاثة في عشرين اهو زي ما قلت بستين زائد اربعتاشر تمانين يساوي اربعة وسبعين متر وكام وتمانين بعد كده استعمال اخر بين استعمالات الشوك اللي بتستعمل ايضا في توجيه الخطوط في الاراضي المستوي خلي بالك هنا هنبص عليها بالورقة والقلم ونشرحها لان دي ميزة من مميزات الشوك ايضا بستخدمها في عملية التوجيه انا لو انا عاوز اعمل خط الخط ده يكون عدل زي ما بنقوله في استقامة واحدة هستخدم مجموعة من الشوك وانا طبعا قلتلك في البداية انه بيكون مربوطة الحلقة اللي فوق بتكون مربوط فيها شريط الشريط ده عشان بعد كده انا هقدر ابص على الحلقات كلها فاشوف عملية التتابع وراء بعضها بتتم ازاي ببص كده بالورقة والقلم لو انا عاوز اعمل توجيه لخط من الخطوط العملية ده هتتم عند ازاي فانا بعمل ادي الشوك الاولانية لو انا هرسم كده ده الشوك الاولانية اهو مغروسة مغروسة في مغروسة في الارض وحابب ان انا هعمل توجيه لخط اللي ظاهر امام حضراتكم ده وعاوز انه يكون في استقامة واحدة انا بحط الشوك الاولانية وطبعا ده العلامة اللي موجودة فيها الشخص اللي قاعد اللي هو المساعد بتاعي او المساح هنا عشان ده هيبقى المساح الرئيسي هو اللي هيبص هيغرس الشوك الاولانية وعاوز اعمل خط الف بي الخط ده يكون في استقامة واحدة عاوز اعمل خط يكون على استقامة واحدة في منطقة جبلية وهنا ما معيش غير مجموعة من الشوك ويحابب استخدامها في عملية التوجيه يبقى انا حاليا دلوقتي بنفذ عملية اللي هي عملية التوجيه يبقى اللي انا بوجريه دلوقتي عملية توجيه اللي هي الخاصة بالخطوط الخاصة طبعا بالخطوط اول حاجة هغرس الشوكه الاولانية زي ما انا شايف كده او المساح بتاعي بيغرس الشوكه وهيبدأ بعد كده المساعد يبدأ يتحرك فيه اتجاه الخط وهيغرس الشوكة رقم اتنين اهو كده هو ماشي بيغرس الشوكة دي وانا هنا ما بخلوش يسبت الشوكة ان لما ببص في اتجاه هنا الشوكة دي وافضل اقول له اتحرك يمين اتحرك شمال لحد اما الشوكة دي ما شوفهاش معناها ايه معناها ان الشوكة دي بقت ورا ديه على طول اذا هم اللي اتنين في خط او على استقامة ايه واحد بعد كده بيجي ينفذ العملية كمان مرة اهو بيغرس الشوكة الناحيات التالتة بقول له اتحرك يمين شمال لحد اما الشوكة دي برضو ما شوفهاش طول ما انا واقف هنا وببص في الشوكة دي وشايف دي زهرة اذا الخط كده ماهوش ايه ماهوش مستقيم معاي لحد اما دي تختفي ما شوفهاش يبقى اذا دي بتتبع دي وبالتالي بتتبع الاولانية يبقى هم التلاتة على استقامة واحدة وبيبدأ بعد كده يكرر العملية بتاعته اكتر من مرة يبقى كده انا عملت ايه عملية اهو في حالة انك طبعا محتاج او في حالة الحاجة الى تنفيذ لما يكون عايز اعمل خط تنفيذ خط ايه خط مستقيم يبقى انا هستخدم عملية الايه عملية التوجيه يبقى ميزة من مميزات الشوكة انها بتستخدم في اعمال التوجيه للخطوط وقلت هنا وشرحت ازاي باستخدم الشوك في عملية الخطوط المساعد بتاعي بيكون هو اللي بتحرك بيه الشوك الشوكة الاولانية او بيطلق عليها برا في الواقع شوكة الام اللي هي بتكون فيه البداية بعد كده المساعد البداية بتحرك بيه شوكة تانية على مسافة معينة والمسافات دي بقدر الامكان بتكون مسافات متساوية يعني مثلا كل 25 مت بيغرس شوكة عشان برضه ابقى عارف القياس بتاعي او المياس اللي موجود عندي كم مت او على امتداد الشريط لو الارض ايه ارض كبيرة وانا معايا شريط 500 يبقى كل 5 مت راح حط شوكة وبحركها يبقى خلي المساعد بتحرك كمين وشمال لحد طبعا اما الشوكة ما تظهرش من الشوكة الام اللي موجودة في البداية يبقى انا كده عارفت انه هم متعمدين او على استقامة واحدة ثم التانية ثم السالسة ثم الرابعة وهكذا الى انتهاء اللي ايه انتهاء عملية التوجيه كده احبا يبقى انا عارفت ازاي بتتم عملية التوجيه للخطوط وجعل الخطوط ايه اكثر استقامة في عملية في اعمال الميزانية واعمال المساحة انا فرض علي ان انا موجود في منطقة المنطقة دي وليكن مثلا منطقة صحراوية او زراعية ومعيش اي اداء من الادوات لاجراء عملية استقامة في خط معين عاوز اخد اتجاه مستقيم عشان اجري عليه عمليات القياس يبقى انا اجري العملية دي باستخدام اللي ايه مجموعة الشوك اللي موجودة معايا انا باستعين بيها في اجراء عمليات اللي ايه عمليات التوجيه وقلت لحضراتكم طبعا كل ده بيترتب طول الخط كل واستقامته بيترتب على البداية اللي هي الشوكة الام اللي موجودة في البداية اللي بتكون ناحية المساح والمساعد طبعا بتحرك به الشوكة التانية على مسافة تانية وهكذا التالتة والرابعة والخمسة الى انتهاء الخط كلهم طبعا لما بقعد انا هنا كمساح وبص على الشوكة اللي في البداية اللي هي نقطة البداية بتاعتي ما بشوفش باقي الشوكة كلها ده معناه ايه معناه ان الخط كله على استقامة واحد ننتقل كده لشريحة أخرى ونشوف باقي الشريح بتاعتنا على الإصلاف بتاعنا هنا هنتكلم عن أداء أخرى من أدواتنا يبقى أنا كده اتكلمت عن الجنزير واتكلمنا عن الشوك هنتناول دلوقتي الكلام أو الحديث عن الشواخص والشواخص دي طبعا أداء من أدوات القياس المباشر اللي بتستخدم فيه أعمال الميزانية وأعمال المساحة اللي بتستعمل أيضا في توجيه الخطوط ده ميزة من استخداماتها في الأراضي المستوية والمنحدر وتصنع من الخشب أو الألمونيوم يعني هي ممكن تكون من الخشب الشواخص دي أو من الألمونيوم أو المعدن وقد تكون استوانية الشكل أو مخروطية وذات سن مدبب حتى يسول غرسها في المناطق الطينية والمناطق الرخوية طبعا ده شكل الشاخص اهو بيكون موجود زي ما هو موجود أمام حضراتكم كده وحنرسم الشخص بتاعنا ونشوف ازاي بتتم عملية التوجيه باستخدام الشواخص لانه هو هنا بيقول لي ان الشخص ده بيستخدم من أهم استخداماته انه هو بيستخدم في عملية التوجيه وزي ما هنشوف كمان شوية في الشريحة اللي جاية أو اللي بعدها انه كمان بيستخدمه في إجراء عمليات القياس ولكن خلي بالك إجراء عمليات القياس التي لا تتطلب دقة في عملية القياس يبقى انا لو انا عندي خط والخط ده هنتج عنه كسور يعني سنتيات والقياس ده قياس دقيق يبقى انا كده مش هستخدم الشخص عشان ما يجيش احد ابناء يقول لي البشوهندس او الميستر قال لنا ان انا باستخدم الشواخص في إجراء عمليات القياس لا انا قلتلك في إجراء عمليات القياس اللي هي لا تتطلب قياسات دقيقة او قياسات اكثر دق ليه بقى ونشوف مع بعض كده بالرسم وازاي انا باستخدم الشواخص دي في عمليات التوجيء وكذلك عمليات القياس هما بيقول لي ان الشخص ده عبارة عن قطعة من الخشب اهو هي حاجة اشبه بالشكة ولكن طبعا ده بتكون كبيرة وبيكون طولها اكبر طولها بيصل الى يعني بتراوح اتنين متر من اتنين الى تلاتة متر وبيكون طبعا مدببة من الاسفل عشان سهولة عملية الغرس ومن فوق طبعا بتكون ايه مربعة الشخص ده الميزة فيه بقى ان هو بيكون او متقسم الى مجموعة من الالوان لونين اما ابيض واسود زي ما شفت في الشريحة اللي فاتت او احمر وابيض اما احمر وابيض اما ايه اما ابيض واسود يبقى لونين كده طيب اللونين دول لهم حكمة في عملية صناعتهم او وجودهم في الشخص اولا في عملية التوجيء بنفس الموضوع بتاعه ونفس الشرح انا لو انا طبعا عاوز اعمل عملية توجيه هنا يبقى هنا عملية توجيه خلا بالك بس المرة دي باستخدام ايه باستخدام الشواخص اهو يبقى انا كده بنفس المنطق اللي اتكلمت عليها من شوية فيه الشوك برضو المساعد بتاعه يبدأ يتحرك يمين وشمال اهو لحد مضبط كل الشواخص دي المفروض ان انا واقف هنا ما بشوفش رقم اتنين ولا رقم تلاتة كلهم بيكونوا ورا رقم كام رقم واحد عشان اضمن عملية اللي ايه الاستقامة طب ايه الموضوع التاني با الموضوع التاني ان هو بيقول لي ان كل لون من دول بيكون طوله خمسين سنت يعني كل لون كده خمسين سنت لو افترض ان الشخص اللي امامي ده عبارة عن اتنين متر ويبقى المفروض ان هو بيكون فيه كام اربع الوان بس عشان يبقى خمسين خمسين يبقى انا كده عرفت ان طوله كام طوله اتنين متر وكل لون من دول بخمسين سنت طيب فرض ان انا عند الخط ده نفس الخط ده ومحتاج ان انا ايس بالشخص طول الخط وانا ما معيش ايه ما معيش متر والقياس ده قياس غير دقيق انا محتاج ان انا اجري عملية قياس غير دقيقة لخط موجود على الارض او قياسات مبدئية انا بستخدمه يستخدم برضه اهو يستخدم في اجراء عمليات القياس خلي بالك غير او التي لا تتطلب دقة غير الدقيق ليه لان كل لون لانه اهو لانه مقسم مقسم الى لونين كل لون مسافته او طوله خمسين ايه خمسين من مية متر يعني خمسين سنت يبقى انا لو انا بقيس خط من الخطوط عاوز اقيس ومعيس شريط فيه شريط موجود عندي ومحتاج ان انا اقيس باستخدام الشخص انا كرجل مساح جاهز بكل ادواتي ومعداتي لاجراء اي عملية في اي وقت وتحت اي ظروف يبقى انا لو انا فرض علي انا معايا مجموعة من الشخص وكنت باجري عمليات الايه عمليات التوجيه واتفرض علي او المهندس طلب مني او مدير المشروع طلب مني ان انا اقيس الخط اللي انا عملت له عمليات توجيه طب انا اقيس ازاي وانا ما معيش الشريط فانا اقول لك ان دايما المساح او المساح الكويس المتمكن هو اللي بيكون بيقدر يوظف الادوات اللي معاها واستخدمها كله حسب مهامه وكله حسب ما صنع ايه من اجله ويكون يقدر يوظف الاداة في استخدامه في المكان السليم بالشكل اللي تقدر تخدمه وتسهل عليه عملية القياس او العمال المسيحية نشوف مع بعض كده طيب انا هجري انا خلاص عملت عملية التوجيه للخط طب انا محتاج ان انا يقيس الخط ده طب انا عرفت من الشخص بتاعي اهو انا ارسيمه فوق كده عرفت من الشخص بتاعي ده طوله كام طوله كله كده اتنين متر وكل علامة من دول بخمسين يبقى انا ممكن اقوم فارد الشخص بتاعي على الارض كده بالشكل ده كده اهو وابدأ اجري عملية القياس يبقى ده شخص يبقى انا عرفت كده لما يكون افق كده يبقى القياس ده اتنين متر يبقى ده اول ماز بعدين شخص تاني هفرد تاني اهو حط هنا كده تاني يبقى انا كده عرفت ان كده بقيت كام بقيت اربعة بعد كده بقيت تاني انا عاوز اوصلك لمرحلة معينة ايه هي اهو اللي هي كماليات او استكمال بقى القياس يبقى انا كده كام يبقى الخط ده الحد هنا كده طب و البيع ده مستر انا هحطي كده الشخص بتاعي اهو وبصي بقى على الالوان بتاعتي فرض ان انا عندي كده بقيت لونين بس يبقى انا كده انا عارف ان اللون الواحد كان بخمسين سنتي يبقى ده واحد ايه واحد متر صح كده يبقى انا لو انا بتكلم كده يبقى طول الخط اللي موجود قدامي ده كام سبعة متر عرفت منين عرفت من الشواخص لأنه عبارة عن 3 شواخص و 2 لونين من الوان الشواخص اللي هو رقم كام رقم 4 افرض ان ده 3 2 مثلا ونص انا عارف طبعا ان ده 50 اللي هي اللون التالت ده 50 هيبقى 25 يبقى كده كام يبقى انا كده بتكلم في 25 سنطي موجودة 25 سنطي دي موجودة فين موجودة بعد بعد العولتين او اللونين التانيين يبقى الجزئية دي هتبقى متر كام متر 25 يبقى لو انا بيس الخط كله على بعضه هيبقى 7 متر كام 725 واحبائي واعزائي هنتوقف عند اجراء عملية القياس والتوجيه باستخدام الشواخص لسه عندنا كتير ودرسنا كتير وعناصر المادة كبيرة وعندنا تمارين منتظرينكم ان شاء الله في الحلقات القادمة اتمنى ان شاء الله نكون يديرنا نوصل لكم جزء من المعلومة ونيسر لكم المادة بتاعتنا وانبسطها في ابسط صورة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته